السلام عليكم أعزائي أولابة طالبات الصف السادسة الابتدائي نلتقي لهم بإذن الله تعالى مع حل اختبار التراكمي للفصل العاشر والقسم الأول من هذا الاختبار اختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة 1. الجدول أنه يوضح مساحات مجموعة من المثلثات لها الارتفاع نفسه ولكنها تختلف في طول القاعدة أي من العبارات الآتية يمكن استعمالها لإيجاد مساحة مثلث ارتفاعه أربعة وحدات ارتفاع هذا المثلث أربعة وحدات وطول قاعدته نون إذن هذا الارتفاع أربعة وطول القاعدة نون إذن العبارة التي تمثل ذلك هي أربعة في نون على إثنان أي الارتفاع في نضرب الارتفاع في طول القاعدة ثم نقسمه على إثنان أسأل الثاني إذا كرت مساحة المثلث أدنىه 48.25 من المئة سنتيمتر مربع فما ارتفاعه لكي نصل إلى مساحة هذا المثلث تساوي إثنان وأربعون وخمسة وعشرون من مئة إذن نصف في ثلاثة عشر نصف في ثلاثة عشر يساوي ستة ونصف نضربها في الارتفاع عين تساوي اثنان وأربعون وربع ثم بعد ذلك نقول عين تساوي اثنان وأربعون وربع على أو قسمة ستة ونصف اثنان وأربعون وربع على ستة ونصف تساوي ستة ونصف إذن الارتفاع هو ستة ونصف هذا هو الارتفاع إذن ارتفاع هذا المثلث هو ستة ونصف سنتيمتر أسأل الثالث إذا كان ثمن ثلاثة أقلام خمسة عشر ريالا فأي تناسب مما يأتي يمكن استعماله لإيجاد ثمن تسعة عشر قلما من النوع نفسه إذن التناسب المناسب لحل هذه المسألة هو ثلاثة على خمسة عشر يساوي سين على تسعة عشر ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الرابع حديقة دائرية حديقة دائرية الشكل قطرها ثمانية أمتار فأي مما يأتي يعتبر أو يعبر عن العلاقة التقريبية بين قطر الحديقة وهو قاف ومحيطها وهو ميم ح الذي يعبر عن العلاقة التقريبية بين قطر الحديقة ومحيطها هي العبارة ألف وهي قاف تقريبا أو قطر الحديقة تقريبا ثلث المحيط السؤال الخامس مثلث متطابق الضلعين زاوية قاعدته متطابقتان وقياس زاوية رأسه أربعين أي المثلث هكذا متساوي الضلعين زاوية قاعدته متطابقتان افترضنا أن هذه خمسة وأربعون درجة فهذه خمسة وأربعون درجة وقياس زاوية رأسه هذه خمسة وأربعون درجة فأي طرق الآتية يمكن استعمالها لإيجاد قياس كل زاوية من زاويتين القاعدة أقوم بطرح قياس زاوية الرأس وهي أربعون زاوية الرأس أربعون أقوم بطرحها أربعون طرح مئة وثمانون فيكون الناتج هو مئة وأربعون ثم أقوم بقسمته على اثنين إذن أطرح أربعون من مئة وثمانون ثم أقسم على اثنين فيكون قياس كل زاوية من هذه الزاوية هو سبعون درجة يكون قياس الزاوية سبعون درجة السؤال السادس منشور رباعي طوله ستة سنتيمتر وعرضه خمسة سنتيمتر وارتفاعه أربعة سنتيمتر فنريد أن نأتي بحجمه ومعروف أن الحجم هو طول في العرض في الارتفاع فنضرب ستة في خمسة بثلاثون في أربعة بمئة وعشرون سنتيمتر مربع لأن حجم المنشور هو طول في العرض في الارتفاع ستة ضرب خمسة ضرب أربعة يساوي مئة وعشرون سنتيمتر مكعب السؤال السابع أوجد طول نصف قطر دائرة محيطها ستة سبعة وثلاثون سنتيمتر وسمانية وستون من مئة بصورة تقريبية فلإيجاد نصف طول نصف القطر الدائرة هنا والمحيط لدينا سبعة وثلاثون فالإجابة الصحيحة هو ستة سنتيمتر هو طول نصف قطر الدائرة تساوي اثنان ضرب ستة ضرب ثلاثة واربعة عشر من مئة تساوي اثنان ضرب ستة باثنى عشر في ثلاثة واربعة عشر من مئة تعطينا ثبعة وثلاثون وسمانية وستون من مئة إذن نصف القطر ستة سنتيمتر أو ستة سنتيمتر هو إجابة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثامن استعملت ريم شريطا من القماش لتزين غلاف هديتها على هيئة مثلثات متطابقة الأضلع كما في الشكل أدنى أحسب طول الشريط الذي استخدمته في تغليف الهدية وطول الشريط تقريبا الذي استخدمته في تغليف هذه الهدية هو مئة وتسعون سنتيمتر السؤال التاسع أي الزوايا الآتية قياسها بين خمسة وأربعون وتسعون ونلاحظ أن الزاوية التي قياسها بين خمسة وأربعون وتسعون إذا قمنا بقياس هذه الزوايا نجدها الزاوية رقم جيم الزاوية جيم قياسها بين خمسة وأربعون وتسعون السؤال العاشر أجب عن السؤالين الآتيين أوجد قياس زاوية 2 بالدرجات في المستقيل ألف به دالجيم الموضح أدنى نريد قياس الزاوية 2 والزاوية 2 هذه هي الزاوية ولدينا الزاوية منها ألف وهي 27 فهذه الزاوية قائمة كلها قياسها 90 درجة فنقوم بعملية ضرح 90 ضرح 27 فيكون قياس هذه الزاوية يساوي 63 درجة إذن قياس هذه الزاوية الزاوية كلها زاوية ألف زاوية قائمة 90 درجة لدينا منها 27 درجة فنقوم بعملية ضرح نطرح 90 درجة ضرح 27 فيكون قياس زاوية 2 هو 63 درجة قياس هذه الزاوية ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الحادي عشر أوجد مساحة متوازي أضلاع طول قاعدته 5.4 سنتيمتر وارتفاعه 7.5 سنتيمتر ومساحة متوازي الأضلاع هذا تساوي قاف ضرب عين قاف وهو القاعدة ضرب عين وهو الارتفاع تساوي 5.4 ضرب 7.5 تساوي تساوي فيكون الناتج هو 39 وثلاثة على ثمانية فتكون مساحة هذا المتوازي متوازي الأضلاع 39 وثلاثة على ثمانية سنتيمتر مربع السؤال الثاني عشر أكتب النسبة المأوية ثمانية بالمئة في صورة كسر اعتيادي وثمانية بالمئة أي تساوي ثمانية على مئة ثم نقوم بتبسيطه هذا الكسر فنقوم بقسمة على أربعة ثمانية على أربعة تساوي اثمان ومئة على أربعة تساوي خمسة وعشرون إذن هذا الكسر أو هذه النسبة في صورة كسر اعتيادي تساوي اثمان على خمسة وعشرون القسم الثالث الإجابة المطولة أجب عن السؤال الآتي موضحا خطوات أو خطوات الحل تحتفظ هيفاء بعقد ذهبي أو بعقد ذهبي في علبة طولها خمسة عشر سنتيمتر وعرضها تسعة سنتيمتر وارتفاعها ثلاثة سنتيمتر أوجد مساحة السطح الكلي للعلبة وحجمها إذن نريد المساحة ونريد الحج مساحة هذه العلبة تساوي اثنان في لام ضاد جمع اثنان في لام عين جمع اثنان في ضاط عين أي سوف تساوي هذه اثنان في خمسة عشر في تسعة وهو العرض جمع اثنان في خمسة عشر أو ضرب خمسة عشر ضرب ثلاثة جمع اثنان ضرب تسعة ضرب ثلاثة يساوي يساوي ثلاثون ضرب تسعة جمع ثلاثون ضرب ثلاثة جمع ثمانية ثمانية عشر ضرب ثلاثة فيكون الناتج مائتين وسبعون جمع تسعون جمع اربعة وخمسون يساوي اربعمائة واربعة عشر سنتيمتر مربع هذه هي المساحة هذا السطح اما بالنسبة للمحيط او الحجم هذه حجم هذه العلبة فالحجم يساوي الحجم ممكن ان نكتبه هنا الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع لا مفيدات في عين يساوي خمستاشر او خمسة عشر ضرب تسعة ضرب ثلاثة فيكون الناتج اربعمائة وخمسة سنتيمتر مكعب هذا هو الحجم الحجم اربعمائة وخمسة سنتيمتر مكعب اما المساحة فهي اربعمائة واربعة عشر سنتيمتر مربع كم تصبح كل من مساحة السطح الكلية والحجم اذا اصبح كل بعد من ابعادها مثليه اذا اصبح كل بعد من ابعاد العلبة مثليه فسنقوم بعملية ضرب فتكون المساحة مثليه فسنقوم بعملية ضرب هذه الاطراف مرة اخرى بعمل مثليها اي الخمسة عشر تصبح ثلاثون والتسعة تصبح ثمانية عشر والثلاثة تصبح ستة فيكون الناتج في الاخر او في الناتج النهائي ان المساحة ستصبح المساحة وهي ميم تساوي الف وستمائة وستة وخمسون سنتيمتر مربع هذه هي المساحة اما بالنسبة للحجم وهو حا فسيصبح ثلاثة آلاف ومائتين واربعين سنتيمتر مكعب هذا هو الحجم ثلاثة آلاف ومائتين واربعين او مائتين واربعون سنتيمتر مكعب جيم اذا اصبح احد الابعاد مثلي طوله الاصلي فما تأثير ذلك في كل من مساحة السطح الكلية والحجم وهل يؤثر نوع البعد الذي يتم تغييره في النتيجة فسر ذلك اذا اصبح الارتفاع مثلي طوله الاصلي اي اثنان ضرب ثلاثة يساوي ستة سنتي وهو الارتفاع ثلاثة اذا اصبح مثليه فأصبح ستة سنتي فمساحة السطح الجديدة سوف تصبح المساحة الجديدة للسطح مساحة السطح الجديدة سوف تصبح او سوف تساوي عندما نضاعف الارتفاع يصبح الارتفاع ستة فسوف نقوم بتغيير الارتفاع من ثلاثة الى ستة فسيكون الناتج في النهاية هو خمسمائة وثمانية وخمسون سنتيمتر مربع هذه المساحة سوف تتغير في المرة الاولى كانت المساحة اربعمائة واربعمائة واربعة عشر عند مضاعفة طول الارتفاع فذلك سيؤدي الى زيادة المساحة من ذلك نستنتج انه اذا اصبح احد الابعاد مثلي طوله الاصلي فان مساحة السطح الكلية ستختلف بناء على البعد الذي اصبح مثلي طوله الاصلي اما بالنسبة للحجم فالحجم الجديد سوف يصبح الحجم الجديد بعد تغيير الارتفاع من ثلاثة الى ستة فسيصبح الحجم الجديد هو ثمانمائة وعشرة ثمانمائة وعشرة سنتيمتر مكعب من ذلك نستنتج انه اذا اصبح احد الابعاد مثلي طوله الاصلي فان الحجم الجديد يساوي مثلي الحجم الاصلي لان الحجم الاصلي كان اربعمائة وخمسة الحجم الاصلي كان اربعمائة وخمسة سنتيمتر مكعب عند تغيير احد الابعاد الى مثلي طوله فاصبح الحجم الجديد وهو ثمانمائة وعشرة هذا هذا الحجم الجديد أصبح مثلي الحجم الأصلي وهو 400-405 هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل الاختبار التراكمي للفصل العاشر ألقاكم على خير بإذن الله في الاختبار النهائي لمادة الرياضيات لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله السلام عليكم ورحمته وبركاته